اعتبارا من أي سن يتوجب أو ينبغي إرسال طفلي إلى حضانة الأطفال وما هي طريقة تسجيل الطفل بإمكان طفلكم الالتحاك بروضة الأطفال وهو رضيع حينها تسمى حضانة رضع اعتبارا من سن الثالثة تسمى روضة الأطفال حضانة الأطفال لا ينبغي عليكم تسجيل طفلكم فهذا الأمر ليس إلزاميا من الناحية القانونية على عكس الالتحاك بالمدرسة فالالتحاك بالمدرسة إلزامي أما الالتحاك بروضة الأطفال فهو اختياري لكن ذلك يعود بفوائد كبيرة على طفلكم فعلى سبيل المثال يتعلم طفلكم اللغة الألمانية من المربية ومن الأطفال الآخرين للتسجيل يفضل الاستعلام في مدينتكم وإن كان ممكنا برفقة مترجم عملية التسجيل مختلفة من ولاية إلى أخرى كما أن بعض المصطلحات المستخدمة في عملية التسجيل أو في الحياة اليومية في حضانة الرضع أو حضانة الأطفال لها أسماء مختلفة وفقاً للولاية تلك الأسماء ليست موحدة في سائر أنحاء ألمانيا لماذا يعد الالتحاك بحضانة الرعاية اليومية للرضع أو للأطفال مفيدة قبل بدء المرحلة المدرسية في حضانة الرضع وحضانة الأطفال يشرف مربيون مؤهلون على تنمية قدرات طفلكم بطريقة تربوية تخضع جودة التربية في حضانة الأطفال لركابة حكومية فالأطفال في هذا السن يمتلكون مثلاً قدرات عالية لتعلم عدة لغات بسرعة عندما تتحدثون إلى طفلكم في نطاق الأسرة بلغتكم الأم يواصل الطفل تعلم لغته الأم لكن الطفل يتعلم اللغة الألمانية السليمة بشكل أفضل مع الأطفال الآخرين والمربيين فهو يتعلم اللغة بأسلوب اللعب عندما يكون ضمن مجموعة في حضانة الأطفال هكذا يمكنه أن يتعلم اللغتين هل تتم مراعاة نظام غذائنا وتقاليدنا؟ ما الطعام الذي يجب أن أعطيه لطفلي؟ وهل علي أن أدفع شيئاً لقاء الطعام؟ في حضانة الأطفال يعنى بتقديم تغذية صحية للأطفال ويخضع الطعام لرقابة حكومية في بعض الولايات الألمانية ثم تتكاليف بسيطة للطعام في حضانة الأطفال الكثير من دور الحضانة تقدم عدة أنواع من الطعام وتأخذ بعين الآتبار مواصفات الطعام الخاصة بالعائلات المختلفة تحدثوا مع المربيين عن الطعام الذي ينبغي أن ترفقوه مع طفلكم وحاولوا أن تجلبوا معكم مترجماً إن أمكن. أو استعلموا عما إذا كان هناك من يمكنه الترجمة لكم. لا يتم تقديم الطعام في جميع المدارس. وفي أغلب الأحيان ثم تتكاليف لقاء وجبات الطعام. ينبغي إرفاق طعام مع طفلكم على كل الأحوال. خبز وبعض الفاكهة القليل من الحلويات أو بلا حلويات. يتوقع المعلمون أن ترفقوا مع أطفالكم بعض الطعام. يسمى ذلك في ألمانيا خبز المدرسة. كيف سيكون وضع طفلي عندما أتركه في حضانة الرضع أو حضانة الأطفال؟ هل بإمكان البقاء لفترة مع طفلي عندما يبدأ بالبكاء أو يشعر بالخوف؟ عندما يلتحق طفلكم بحضانة الرضع أو حضانة الأطفال يتم الاتفاق على فترة يمكن لطفلكم أن يعتاد فيها على الحضانة. تسمى تلك الفترة بفترة التأقلم. بمقدور الوالدين البقاء مع طفلهما لفترة معينة. راجعوا المربيات ليوضحوا لكم كيف تم التخطيط لفترة التأقلم. راجعوا المربيات ليوضحوا لكم كيف تم التخطيط لفترة التأقلم. يمكنكم مناقشة ذلك مع المربية عندما تقومون بعملية تسجيل الطفل. حاولوا إحضار مترجم معكم إن أمكن. متى يجب علي أن أوصل طفلي إلى حضانة الأطفال؟ متى يجب علي أن أجلبه من هناك؟ يأخذوا الأهل أطفالهم إلى حضانة الرضع أو حضانة الأطفال في موعد محدد ويجلبونهم منها في موعد محدد. وبصفتكم أولياء أمور الطفل عليكم أن تتقيدوا بتلك المواعيد. المربية أو المربي يتوقع منكم ذلك لأنهم وضعوا جدولاً محدداً للبرنامج اليومي. هناك مواعيد محددة لتناول الطعام أو لممارسة ألعاب ونشاطات معينة. من الأفضل مناقشة ذلك أثناء عملية التسجيل في الحضانة والاستعانة بمترجم إن اقتضت الحاجة. ترجمة نانسي قنقر